كيف قفز المشهدان إلى السدارة والآن هناك مناقشات بالخفاء بين المكون السني وقيادات في الإطار أنه سيظهر اسم زيادة جنابي وين الحقيقة بهذا الموضوع هل المشهدان الآن اسم يراد إلى التمويه حتى يمرر زيادة جنابي وشنو وضع سالم العيساو بالمعادلة المشكلة أن الطيف السياسي في أغلبه ما فهم الرسالة اللي دايحشي بيها الحلبوسي من تسعة شهر وجاي هو دايقول لهم وهما ما دايعرفون اللي يقصده دايقول دايحشي ويا المحكمة الاتحادية ويا قادة الإطار دايقول لهم أنتوا قدرتوا اطلعوني بالقانون وأنا بالسياسة لن أسمح في أن يجلس أحد على الكرسي بعدي هاي الرسالة ببساطة أدواته في هذا الصراع شون قرأت أيتي يطرح حققها الحد الآن شون قرأتها بهذا الشكل حتى أفهم شون أنت وصلتك الرسالة بهذا الشكل ليش أنت مقاريها ساذ نجيم صار تسعة شهر هو يفر بالموضوع يطرح شعلال الكريم وانسحب طرح محمود المشهداني وتخلى عنه طرح طلال الزوبعي وتخلى عنه والآن هو الآن يسعى إلى إعادة فتح النظام الداخلي وترشيح السيد زياد الجنابي هاي الأمور كلها تصب في هدف الرئيسي وهو تعطيل جلوس رئيس مدنس نواب جديد هاي الحقيقة السيد دكتور محمود المشهداني والآخرين يعتقدون أن القضية هي قضية مفاوضات وقضية أعداد لا لا القضية موهيشة أبدا القضية قضية تعطيل وتعويق متعمد لحسم هذا الملف إلى نهاية الدورة قضية طرح المرشح الجديد زياد الجنابي حضرتك تعرف حتى يطرح اسم زياد الجنابي يجب أن تذهب إلى فتح النظام الداخلي وإذا انفتح النظام الداخلي أي مانع في أن عشرين عضو مجلس نواب سني آخر راح يقدمون للترشيح من جديد وهاي القضية إذا رشحوا العشرين راح ناكل تسع تشهر جديدة اسحب هذا طلع هذا هذا جيبه ذاك ودي وهذا بالضبط اللي يريد الحلبوسي في قضية المناورة بطرح اسم جديد هو عمليا تخلى عن السيد المشهداني وهناك ضغوط على السيد العيساوي سؤال صريح آخر سؤال صريح آخر هل السيد المشهداني كمرشح لرئاسة الوزراء هو في حقيقة الأمر وفي اتفاقات الكواليس هو أقرب إلى الإطار من المكون السني شوف دكتور محمود شخصية يغلب عليها يعني ما يغلب عليها الطابع الطائفي لا تقدر تقول عليها سني متطرف قح تقدر تقول عليها رجل وطني يعني يمشي يا الشيعة ويمشي يا السنة وأموره وعلاقاته طيبة مع الجميع وكذلك الحال بالنسبة لأستاذ سالم العيساوي الفريق الآخر المناوة لشيعة الحلبوسي والحلبوسي يريد ويعمل على أن تمضي الجلسة بسالم العيساوي ودكتور محمود المشهداني وياهم نعدهم يفوز الله والنبي محيئه وماكو أي اعتراض عليها المهم أن لا ينجح الحلبوسي في أن يمنع أي شخص يجلس وراه بعد ما أقصتها المحكمة الاتحادية